كيف ينعكس هذا الاتفاق أو التقارب أو التفاهم أو حتى مسماتها كالصفقة يعني سميها كما تشاء يا دكتور حسين كيف تنعكس كل هذه المسميات على الاتفاق النووي الإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني دعني أعاقب على السؤال السابق وأجيب على هذا السؤال طيب يعجلها دكتور حسين قوة الردع الإسرائيلية تآكلت نعم تآكلت كثيرا يعني إسرائيل التي كانت تملك التفوق وتستطيع حسم الحروب ضد الجوش العربية الآن لا تستطيع أن تزيل خيمة في كفرشوبة في لبنان لا تستطيع أن تدخل مخيم مساحته أقل من كيلومتر مربع في جنين من هنا يجب أن لا نبالغ في قوة إسرائيل خاصة أن إيران تمتلك كل الأسلحة التي تبكنها من إيذاء إسرائيل بشكل كبير جدا يعني فيما يخص السؤال نعم هذا الاتفاق نعم الاتفاق نعم هذا الاتفاق جرى من خلال وسطا يعني قطر وعمان كان الحوار غير مباشر واجه مشاكل ولكن في النهاية وصل إلى نتيجة هذا يعكس حقيقة أن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل الخلافات في المجالات الأخرى كما حدث في هذه التفاهمات سميها ما شئت من هنا أتصور أن التخوف الإسرائيلي يأتي على هذه الخلفية من أن يؤسس هذا الاتفاق أرضية للعودة إلى الحوار في المجال النووي لا علاقة بين هذا الاتفاق وبين المباحثات النووية ولكن يمكن أن يؤثر في إيجاد أجواء مساعدة لذلك